رفع اسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عظيم الشكر وبالغ التقدير والامتنان إلى المقام السامي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على مبادرات جلالته الإنسانية النبيلة والمستمرة في مساعدة وإغاثة المنكبين والذي يعكس مواقف مملكة البحرين المشرفة تجاه الشعوب انطلاقا من الروابط الأخوية والإنسانية التي تجمع مختلف دول وشعوب العالم كما تقدم سموه بخالص الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه على ما تفضل به جلالته من إشادة بالجهود التي يبدلها سموه في قيادة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وسرعة تنفيذ توجيهات جلالته السامية في توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للأشقاء في جمهورية لبنان الشقيقة وقال سموه إنما تفضل به سيدي جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه من إشادة بدور فريق عمل المؤسسة الإغاثي بقيادة سموه وسام نضعه جميعا على صدورنا ويجعلنا أمام مسؤولية كبيرة بأن نضاعف الجهد والبذلة والعطاء ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يوفقنا في أعمالنا والمهام المناطة بنا وأن نكون عند حسن ظن جلالته معاهدين جلالته ببذل المزيد من الجهد والعمل بكل جد واجتهاد لخدمة مملكتنا الغالية في ظل قيادة جلالته حفظه الله ورعاه مؤكدا سموه أن جلالة الملك المفدة القدوة والمثل في الجد والعطاء في العمل الإنساني ومد يد العون للمحتاجين وقد ظهر هذا جليا في العديد من المواقف التي تكون يد جلالته البيضاء ممدودة بالخير للجميع وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للشعوب والدول الشقيقة والصديقة من جانبه أشاد الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بهذا التقدير المحفز لجميع منتسبي المؤسسة الملكية مثمنا المواقف الإنسانية النبيلة لجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه في مد يد العون والمساعدة للشعوب والدول الشقيقة والصديقة المنكوبة مشيرا بأن المؤسسة الملكية بتنسيق مع وزارة الصحة تدرس نقل عدد من الجرحى والمصابين من الأشقاء اللبنانيين لتلقي العلاج في مستشفيات البحرين وابتعاث فريق طبي خاص إلى لبنان للمساهمة في جهود الإنقاذ وعلاج المصابين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر